بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم بعد قليل سيدفن الثلاث منتجين الذين لقوا حتفهم ولقوا مسرعهم في حادث مروري المنتج حسام شوئي ومحمود كمال وفاتح اسماعيل أعلنت مكبرات الصوت هنا في قرية كفر الوصار التابعة لمركز مدينة كفر الزياد ومحافظة الغربية أعلنوا عن معاد دفن الثلاث منتجين سوف يصب الجسامين في الساعة الواحدة من صباح اليوم تهرى تلاث منتجين فنيين وحسام شوئي ومحمود كمال وفاتح اسماعيل لحادث مروري منذ قليل ما أصفر عن وفاتهم على الفور يذكر أن المنتج محمود كمال شارك في مختلف الأعمال الناجحة للزعيم عاد الإمام وفي أدوار مختلفة وفي أدوار مكبرات الصوت تعلن الآن عن معاد دفنة المنتجين الثلاثة أدوار مكبرات الصوت تعلن الثلاثة أدوار مكبرات صوت شوئي أدوار مكبرات الصوت قد؟ قد؟ 이� Southern والذين أنت بحưởng يكبرات صوت الشوء طبعا فيما سمعنا مع حضراتكم أن أعلنت الآن مكبرات الصوت هنا في قرية كفر الأصار التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات موعد دفن الثلاث المنتجين طبعا زي ما قلنا لحضراتكم المنتج محمود كمال شارك في مختلف الأعمال النجحة للزعيم عد الإمام وفي أدوار مختلفة كان يشغل مدير للإنتاج في مسلسلات فرقة نجا عطلة والعراف وعفارية عدل علام ومأمون وشركاء وصاحب السعادة وأستاذ ورئيس قسم كما شارك في مسلسلات ضرب نار وضربة معلم والوينش وضد مجهول شارك في ضرب نار وضربة معلم والوينش وضد مجهول وراء كل باب حدودة طبعا زي ما احنا سمعين دلوقتي بتقع لاني الان مكبرات الصوت في مركز كفر الزيات إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَا رَاجِعُونَ اللهم عفر لهم ورحمهم وعافهم وعاف عنهم وعاف عنهم وهي في الأرض عن جنبهم يا رب العالمين النهاردة أصيب الواسط الفني في مصر بصدمة كبيرة بعد الإعلان عن خبر وفاة حسام شوقي المشرك العام للإنتاج وفاة اثنان من المنتجان الآخران في حادث مروع طبعا حسام شوقي المشرك العام للإنتاج بشركة Synergy والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال وفتحي إسماعيل إثر فعرضهم لحادث مروري أليم على طريق الضبعة الحادث أدى إلى وفاة الثلاثة على الفور فيما يرفض المنتج الفني بالشركة تامر فتحي في العناية المركزة طبعا بعد هذا الحادث الأليم انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث في محاولة للوقوف على أسبابه وتقديم الإسعافات للمنتجين الثلاثة لكن أروحهم فاضت إلى بارئها قبل وصول المساعدات الحادث أثار حالة من الحزن العميق في الوسط الفني وأدى إلى حالة من الحداد بين الفنانين فور إعلان خبر وفاة المنتجين الثلاثة أعلن الفنان عمر سعد تأجيل كافة أعماله الفنية لمدة أسبوع حدادا عليهم وكتب سعد منشورا حبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال إن لله وإن إليه راجعون أعلن الحداد العام وتوقفي عن أي عمل فني وأقوم بتصويره الآن لمدة أسبوع حدادا على أخي وصديقي المنتج الكبير حسام شوئي بعد أن تلقيت اليوم خبر وفاة أصدقائي المنتجين حسام شوئي وفاة إسماعيل ومحمود كمال إثار حادث أليم ربنا يرحمهم جميعا فهو أرحم الراحمين أرجوكم الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة وأن يجعل الله مسواهم الجنة يعني سويعات قليلة كما أعلنت مكبرات الصوت في تمام الساعة الواحدة أو الواحدة والنصف سوف تنطلق جنازة المنتجين الثلاثة الذين لقوا مصرعهم اليوم في حادث أليم في حادث أليم على طريق الضبعة أثناء ذهابهم لتأدية إجازة أربع أيام وتم 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 نقل الجثمين إلى مستشفى الضبعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخترط النيابة العامة للتحقيقات متابعين في كل مكان يعني رصدنا لحضراتكم من هنا من أمام مقبرة المنتجين الثلاثة حسام حسام شوئي ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر